لأن العراق ذاهب إلى انتخابات والانتخابات جنابك تعرف والمشاهد الكريم يعرف حساسية هذه الانتخابات وكيفية الجهود التي تبذل في سبيل أن تكون تركيبة البرلمان القادم تختلف كليا عن هذه التركيبة الحالية التي أيدت وطالبت بإخراج المحتل الأجانب القوات الأجنبية من العراق يراد لتركيبة البرلمان القادم أن يطلب من الأمريكان أن يبقوا في العراق فهذه التركيبة يحتاج شغل كبير أولا تشويه سمعة المقاومة ثانيا تشويه سمعة أصدقاء إيران وثالثا تشويه سمعة إيران نفسها